ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتماع مجلس جودة الحياة الرقمية والذي عقيد اليوم عن بعد بحضور معالي حصة بنت عيسى بحميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي عمر بن سلطان العلمة وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والتطبيقات العمل عن بعد وناقش المجلس عددا من المواضيع المتعلقة بعمله في تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الاماراتي ومستجدات المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية التي تعزز جهود تطوير وبناء المهارات الرقمية والالتزام بالسروكيات الإيجابية والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة بوعي ومسؤولية